تصغر المنظومة الصحية في مملكة البحرين بالتقاط والإمكانات التي هيئت الأرضية الصلبة لإنشاء المركز الطبي في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات حيث يختص هذا المركز الجديد في استقبال الحالات القائمة بمن يحتاجون لرعاية طبية بشكل فوري ومباشر في طريق حماية المجتمع من تداعيات انتشار فيروس كورونا سلاسة وتنظيم وسرعة في الإنجاز هذا ما يتميز به المركز الطبي الكائن في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات حيث استقبل منذ ترشينه قبل أيام آلاف الحالات القائمة بين البسيطة والمتوسطة بشكل مباشر أو من خلال المراكز الصحية أو الاستبيان في تطبيق مجتمع واعي جميع الحالات القائمة المترددة على المركز تخضع للتصنيف فور استقبالها من الكوادر العاملة التي تحرص على توفير أقصى درجات الكفاءة في الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة لجميع الحالات التي يباشرها المركز وذلك حرصا على سلامتهم وسلامة أفراد المجتمع كافة يبدأ طريقة استقبال المرضى يأما عن طريق الاتصال في تربل فور أربعة 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 ويأخذون الحالة الطبية من المريض ويصنفونا لما يترون الحالة خفيفة إلى متوسطة يحاولونها لنا في المركز الطبي هنا يأتي دور قسم التسجيل يقوم بتسجيلهم وبعد ذلك يقومون بتوجيههم إلى قسم التمريض من بعد ما يدش المريض لقسم التسجيل يسجل عندنا قسم التصنيف هنا بتشيك للمؤشرات الحيوية طبعا بعد أخذ المؤشرات الحيوية للمريض يتم تقييمه من قبل الطبيب المختص الذي يقوم بقراءة الملف الطبي أخذ كافة المعلومات الطبية عن المريض من أعراض ما يشكوه سواء كان سعال ارتفاع في درجات الحرارة تم تجهيز المركز الطبي بكافة التجهيزات الطبية اللازمة لمعالجة ومتابعة الحالات القائمة الخاضعة للعزل المنزلي عند ظهور أعراض تتفاوت بين البسيطة والمتوسطة من خلال تخصيص عيادات تديرها طواقم طبية مؤهلة وتوفير أسرة خاصة للحالات التي تحتاج إقامة قصيرة نحن كطبة في الرعاية الصحية الثانوية نستقبل الحالات من الرعاية الصحية الأولية بعد ما يقومون بتصنيف ومعاينة الحالات بعد انتهاء المريض من رحلته القصيرة في المركز الطبي والتوجه إلى طرفة المعالجة نقدمنا الخدمات العلاجية بما يتناسب مع حالة المريض بعد الكشف الطبي من حقا عضلية وتضميد وبخار وتخطيط قلب وجاء تدشين المركز الطبي الذي يقدم خدمات رعاية أولية وثانوية للحالات القائمة والخضيعة للعزل المنزلي في إطار تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوقائية والرقابية التي يتم من خلالها تسخير كافة الطاقات والإمكانيات الهدفة إلى التصدي للفيروس وضمان سلامة وصحة كافة المواطنين والمقيمين في المملكة